موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له إلى يوم الدين وبعد فإن قضية السلام في الإسلام قضية عادلة وعسخة وإن كلمات السلم والسلام والإسلام تنتمي إلى جذع لغوي واحد هو سلم وأهم ما يميز هذا الجذع اللغوي هو معاني السلم والمسلمة فالإسلام دين السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي السلام وتحياتنا في الإسلام السلام وتحية أهل الجنة في الجنة السلام ألم يقل حق سبحانه وتعالى وتحياتهم فيها سلام وتحية الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فهي السلام وأبو العزة عز وجل سمى نفسه في أسمائه الحسن بالسلام ألم يقل سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشيكون ويدعون رب العزة إلى داع السلام فيقول سبحانه والله يدعو إلى داع السلام وليلة القد التي يخير من ألف شهر هي كما قال الحق سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر لم يقل هي سلام وإنما قال سلام هي ليجعل لفظ السلام عمدة في القول وقلنا هنا الحق سبحانه وتعالى أن نسيء الظن بمن ألقى علينا السلام ألم يقل سبحانه وتعالى ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون عارض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا وأهمية السلام في الإسلام تنبع من أنه دين يعدل بين الناس جميعا في الحقوق والوادبات ويؤمن بالتنوع والاختلاف وقبول الآخر ألم يقل حق سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكى وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعافوا إن أكعمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أي لتتعافوا وتتعاونوا وتتكاملوا لا لتتقاتلوا أو تتحرابوا أو يسفك بعضكم دم بعض ويقول سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويقول سبحانه لا إقاة في الدين قد تبين الزجد من الغي ويقول سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ففلسفة السلام في الإسلام فلسفة ناسخة وهي القضية العادلة يقول حق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ورفق مفهومي الموافقة والمخالفة في فهم هذه الآية فإن من يسير في طريق السلم والسلام الإنساني متبع لأمر الله ومن يسلك مسالك الفرقة والشتات والتكفير والتفجير والتدمير متبع لخطوات الشيطان وقال كان من نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه ويقابل السيئة بالحسنة يقول الحق سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقد عمل نبينا صلى الله عليه وسلم على ترسيخ أسس العيش الإنساني والتعايش السلمي بين أهل المدينة جميعاً في وسيقة المدينة التي عسخت لأسس العيش المشطاك وظل المصريون على العهد محافظين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الإسلام في العيش المشطاك وهو ما يجسله شوق في قصيداتها الضائعة حيث يقول أعهدتنا والقبط إلا أمة في الأرض واحدة نعيش سلاماً نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقعون لأجلنا الإسلام الدين للديان جل جلاله لو شاء أربك وحد الأقوام هذه وبوعكم وتلك وبوعنا متقابلين نعالج الأيام هذه بيوتكم وتلك بيوتنا متعانقين مودة وعامة هذه قبوعكم وتلك قبوعنا متجاورين جماجماً وعظاماً فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كرامة ما أحوجنا إلى السلام مع النفس والسلام مع الآخر والسلام مع الإنسان والسلام مع الحيوان والسلام مع الجماد والسلام مع الكون كله فديننا سلام نسأل الله السلامة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته